مشاهدين ما هو الاستثمار الأمثل بعد رفع معدلات الفائدة في أمريكا سنطلع وإياكم على الأرقام تحديدا لنطلع طبعا لاحقا على ما هو الاستثمار الأمثل إذا ما رفعت معدلات الفائدة في أمريكا طبعا سيكون هناك انكماش في المعروض النقدي بسبب اتجاه تلك الأموال للإداعات في البنوك للاستفادة من معدلات الفائدة المرتفعة وبالتالي سيكون هناك قلة في المعروض النقدي في الأسواق وبالتالي ستتراجع معدلات التضخم أيضا في الحالة الأخرى بالنسبة للشركات سترتفع تكلفة الاقتراض على الشركات وبالتالي سترتفع التكلفة على السلع التي تنتجها هذه الشركات وبالتالي هناك سيكون انخفاض في الانفاق بسبب اتجاه تلك الأموال إلى الإداعات وبسبب ارتفاع تكلفة تلك السلع سيكون هناك انخفاض في الانفاق سيكون هناك أيضا تراجع في ربحية الشركات بسبب عدم اقبال المستهلكين على شراء السلع وبالتالي أيضا ارتفاع التكلفة على تلك الشركات وأيضا ستكون هناك تأثير على الأسهم الأسهم ستفقد جاذبيتها في أسواق الأسهم بسبب طبعا تراجع ربحية الشركات التي ارتفعت عليها معدلات الاقتراض كيف تفاعلت السندات الأمريكية مع رفع الفائدة سابقا طبعا التاريخ عكس تلك النظرية نأخذ هنا متوسط ست دورات لرفع الفائدة في أمريكا طبعا السندات كانت تسجل تقريبا 10% طبعا كعائد على السندات بحوالي 12 شهر قبل رفع معادلات الفائدة لوحظ بأن هذه السندات تسجل ارتفاعا إلى مصيات 11.4% بعد 12 شهرا أيضا أخرى ولكن بعد رفع معدلات الفائدة ولكن كمتوسط لست دورات يصل معدلات العائدة على السندات يصل إلى حوالي 7.3% هكذا تفاعلت السندات كيف تفاعلت المحافظ المتنوعة التي تشمل العديد من السلع كالأسهم الذهب وغيرها أيضا من الاستثمارات الأخرى طبعا هنا أيضا نأخذ متوسط ست دورات لرفع معادلات الفائدة في أمريكا قبل 12 شهر من رفع معادلات الفائدة كانت المحافظ تعطي عائد حوالي 15% هذه المحافظة المتنوعة ترتفع إلى مصيات 13.8% بعد 12 شهرا من رفع معادلات الفائدة طبعا ارتفاع تراجع إلى 13.8% بعد 12 شهر من رفع معادلات الفائدة وذلك بسبب تراجع قيمة الذهب الذي يعتبر أحد مكونات تلك المحافظة المتنوعة والتي طبعا تذهب الملاذات الآمنة من الذهب إلى الدولار وبالتالي يسجل الذهب تراجعات المتوسط للمحافظة المتنوعة خلال ست دورات يصل إلى حوالي 9.5% كيف تفاعلت الأسهم الأمريكية مع رفع معادلات الفائدة أيضا خلال ست دورات من رفع معادلات الفائدة سجلت الأسهم الأمريكية تقريبا قبل 250 يوما من الرفع حوالي 14% كعوائد على تلك الأسهم الأمريكية ولكنها تراجعت بشكل كبير إلى 2.5% النقطة المئوية بعد 250 يوما بعد رفع معادلات الفائدة ولكن الملفت للنظر بأنه تم مراقبة تلك الأسهم حتى بعد 500 يوم من رفع معادلات الفائدة لوحد بأنها تسجل ارتفاعات تصل إلى 14.4% إذن بالتالي الأسهم الأمريكية هي أفضل الاستثمارات لأنه إذا تم اغتنام الفرص بشراء في المسايات المنخفضة بعد رفع معادلات الفائدة ب250 يوما والانتظار إلى ما بعد ذلك إلى حوالي 500 يوم العائد يصبح مرتفعا بحدود الـ 12% كيف تستجيب القطاعات في السوق الأمريكية لرفع معادلات الفائدة؟ القطاعات الدفاعية لوحدة بأنها تسجل أداء سلبي طبعا القطاعات الدفاعية كالقطاعات الاستهلاكية والتي تمس المستهلك بشكل مباشر والخدمات أيضا كذلك ولكن القطاعات غير الدفاعية سجلت أداء إيجابيا سنطلع بنسبة على بعض القطاعات كيف كانت تتأثر بعد رفع معادلات الفائدة في أمريكا الطاقة سجل ارتفاع بـ 8.5 نقطة المئوية الصناعة 5.5% التكنولوجيا 3.5% الصحة سجلت بعض التذبذب المال والخدمات أيضا سجلت بعض التراجعات بعد رفع معادلات الفائدة في أمريكا ترجمة نانسي قنقر